تحليل صور الفيديو يشير إلى أن القطار كان يسير بسرعة تتجاوز ضعف السرعة القصوى المحددة في موقع الحادث قرب مدينة الاحتفالات المسيحية سانتياغو دي كومبوستيلا والموقع عبارة عن منعطف يتوجب فيه خفض السرعة المسؤولون الإسبان يقولون أن الحد الأقصى للسرعة في هذا المنحنى يجب أن لا يتجاوز ثمانين كيلو مترا في الساعة وتشير تقديرات أسوسييتد بريس للسرعة التي كان يسير بها القطار ما بين مائة وأربعة وأربعين كيلو مترا في الساعة ومائة واثنين وتسعين كيلو مترا في الساعة واحتسبت تقديرات أخرى لحظة الحادثة بسرعة تتراوح ما بين مائة وستة وخمسين لمائة واثنين وثمانين كيلو مترا في الساعة الحكومة الإسبانية أعلنت عن بدء تحقيقين لتحديد سبب انفلات القطار عن سكته مساء الأربعاء الماضي وهو يقترب من سانتياغو دي كومبوستيلا حيث كانت ستقام احتفالات مسيحية الحكومة المحلية في جاليسيا أكدت أن الشرطة تعتزم استجواب سائق القطار الراقد في المستشفى الرئيسي في المدينة بصفته شاهدا ومشتبها به كما سيتم فحص والتحقق من صلاحية معدات السلامة أربعة وتسعون شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في ست مستشفيات محلية ثلثهم يعاني من إصابات خطيرة معظمها حروق بالغة شركة القطارات الرسمية رينفي قالت إن من المبكر بعد تحديد أسباب الحادث شكرا للمشاهدة